اشتركوا في القناة بوادر مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان النوويتين تبادل القصف بينهما ورئيس الوزراء الفاكستاني يدعو لتحكيم العقل ودعوات دولية لضبط النفس واحتواء التصعيم أهلا بكم حالة من الترقب تسود الساحة السياسية في إسرائيل جراء أنباء عن إمكانية قيام المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بإعلان قراره بشأن تقديم لوائح اتهام في ملفات نتنياو حيث قرر الأخير اختصار زيارته لروسيا والعودة مساء اليوم إلى إسرائيل للاستعداد الإمكانية قيام المستشار القانوني للحكومة بإعلان قراره بشأن تقديم لوائح اتهام في ملفات التحقيق المنسوبة له في حين يعمل المستشار القضائي على وضع اللمسات الأخيرة على قراره المتعلق بالاتهامات الموجهة لنتنياو واستتوقعات بأن يعلن عن قراره قبل نهاية الأسبوع الجاري أعضى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياو من لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو على عجل بعد الأنباء التي تحدثت عن نية المستشار القضائي للحكومة الإعلان في الغد عن نيته تقديم لائحة اتهام بحقه بتهم تتعلق بالفساد والرشاوة نتنياو في محاولة أخيرة تحدث عن أراء قانونية جديدة من شأنها أن تدعم معوقفه اليوم أرسل أحد أبرز القانونيين في العالم البروفيسور ألون جيرشو من جامعة هارفورد رسالة للمستشار القضائي للحكومة وأنا أقتبس من الرسالة المستشار القضائي ينوي تقديم رئيس الحكومة للمحاكمة باتهامات تتعلق بعلاقاته مع الإعلام كل اتهام من هذا النوع يعرض الديمقراطية للخطر وحرية الصحافة ستفتح طاقة لمشاكل لا طائلة لها نيتنياو المنشغل هذه الأيام في ترتيب أوراقه الانتخابية للفوز بولايات جديدة بات مرة تلو المرة يتوجه للجمهور الإسرائيلي في محاولة لدر التعاطف معه واتهام أجهزة الدولة المختلفة بملاحقة سياسية له دون وجه حق أيها الشعب الإسرائيلي أنتم ترون وتعرفون أن الأمر تعدى كسر كل القواعد الديمقراطية أنا أتحدث مع قيادات في العالم وكبار رجال القانون في العالم وهم يتفقون معي بالرأي وسمعتم أحدهم ويقولون أنه يوجد تلفيق للملفات وملاحقة سياسية وكسر لكل القواعد البسيطة ساعات مصيرية قليلة تفصل بين قرار المستشار القضائي وبين المستقبل نيتنياه السياسي قرار من شأنه في حال صدر أن يجر تبعات على المراكة الانتخابية الجارية قد تفرز نتائجها حكومة لا يرأسها نيتنياه مرة أخرى وعلى النقاش هذا الملف معي في رسول السيد أحمد محميد خبير في الشؤون الحزبية الإسرائيلية مرحبا بك والسيد خميسة بلعافي إلى محل سياسي مرحبا بك وعبر خدمة سكايب من القدس السيد نير مصري يستهد العلوم السياسية في جامعة العبرية في مدينة القدس مرحبا بك أبدأ معك سيد أحمد كم ذكرة على ما يبدو المستشار القضائي نياته تقديم لا احتهام ضد نتنياهو بالرغم أنه في الأنباء الأخيرة هو ربما قد يقوم بذلك بعد الانتخابات الإسرائيلية إلى مدى هذا الأمر قد يؤثر على نتنياهو سياسيا داخل حزب الليكود وداخل هذا المعركة الانتخابية الحالية أولا دعنا نوضح أن التوقيت هو مهم جدا وأقصد بالتوقيت أن هذا الأمر جاء ما بعد ربما سيأتي بعد الانفجار العظيم الذي أحدثه جاندس ولبيد وبالتالي باعتقادي أن كما تحدثنا دائما عن هذا الموضوع موضوع الاستفافات أعتقد أن في حال تقديم لا يحد اتهام ضد بن يمين نتنياهو فإن أسهم بن يمين نتنياهو بالأساس في القوة اليمينية ستزداد بمعنى سنشهد بعد أيام قليلة انخفاض في أصوات اليمين الجديد وانخفاض أيضا في أصوات البيت اليهودي والاتحاد القومي وعظمة اليهودية لصالح بن يمين نتنياهو وبالتالي هذا سيؤدي كما كنا لصالح بن يمين نتنياهو ومقابل ذلك سنرى أيضا هناك فيما بعد استفافات بسبب ارتفاع الليكود ولكن قلتها أيضا قبل أعتقد وأنا واضح موقف اتجاه رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو وسياسته خلال العشر سنوات الأخيرة لكني أقول أنه وللحق ربما لعدم المس بالنزاهة وللحفاظ على الحق في الإجراءات القضائية المنصفة ربما من البلد فعلا يريد من جديد فحص الأمور وفحص إمكانية فعلا تأجيل البلد لكن من جهة أخرى هذا يمص أيضا بمبدأ المساواة أمام القانون هناك تصور أنه في الأسبوع القادم يوم الأحدى ويوم الاثنين يعلن من دي بليت إن لم يعلن فإنه يقول لك سيعلن أنه سيؤجل ذلك إلى ما بعد الانتخابات استمار المقالة سيد أحمد هناك مقولة في الشرع الإسرائيلي حين تهاجم تحتضن أكثر ونتنياهو ربما يبني على هذا الأمر وقيل منذ البداية بأن نتنياهو حتى في الحملة الانتخابية قد يركز على قضية التحقيق وعلى قضية لائحة الانتهام وإذا قدم الآن من دي بليت أو لم يقدم هل برأيك نتنياهو سيستغل هذا الأمر في حملته الانتخابية عام 1992 عندما انطلقت المفوضات وأفضت في نيات المطاف إلى اتفاق يطاي أسلو قبل التصويت والإقرار بها من قبل ائتلاف الحكومي الذي كان مشاركا فيه حينها حزب شاس أديني برئاسة أرياد رعي قالوا بأن المستشار القانوني للحكومة آنذاك بن يئير يعني كان بصدد إصدار قراره بتقديم لائحة الاتهام ضد أرياد رعيما يعني بأن فور الإعلان عن تقديم لائحة الاتهام ضده سيجبر على الاستقالة من منصبه وإلا حزب ميرتسا الذي كان أيضا مشاركا سيترك الائتلاف الحكومي يقال بأن هنا لقى توثيق لمكالمة هاتفية جرت ما بين إسحاق رابين رئيس البزراء آنذاك إلى المستشار القانوني قال له يعني لم تستطع أن تنتظر نحن على عتبة مرحلة مصرية ربما تزدل فينات المطاف الاستطار على الصراع الدامي مع الفلسطينيين يعني وإن سرق أرياد رعي بضعا من الشواكل ألي هذا تسقط أو تساهم في إسقاط الائتلاف الحكومي؟ من هذا المنطلق أقول لك تصديقا لما قال هنا الأستاذ بأن اليمين المتشدد ربما بعد الإعلان أو عدم الإعلان من كبه المستشار القانوني حول تقديم أو عدم تقديم لائحة اتهام من الرئيس الوزراء سنرى ربما في الأيام ما بعد الإعلان تراجعا ما في شعبيات بن يمين تنياهو ولكن في نهاية المطاف أقول لك بأن اليمين الذي يعني يريد بن يمين تنياهو أقول لك بن يمين تنياهو ملف الجنائيات من جهة أو أرض إسرائيل من جهة أخرى أنا أفضل أرض إسرائيل وإن كان أو كما قال صائق التكسي قال لي وإن شرب بمئات الألاف شامبانيا ألي هذا نفرط به ونفرط بأمن دولة إسرائيل انظر إلى هذا الرجل الذي يحمي دولة إسرائيل ذهب إلى بوتين رغم كل المشاكل ليدافع ويزود عن إسرائيل وأمنها حتى في الكرملين نعم سيد مئير بالنسبة لتأثير لائحة الاتهام لو قدمت في نهاية المطاف على نتنياهو ربما في معسكر اليمين كما قال الضيف هنا سوف توجه أسهم التصويت إلى حزب الليكود أكثر من أحزاب أخرى لكن ماذا هذا الأمر سوف يؤثر على داخل حزب الليكود ورأينا بعد ترشيح قائمة حزب الليكود من يتواجد في الأماكن الأولى أمدأنا نقول قد يكونوا خلفاء لنتنياهو إن كان إسرائيل كادس جدعون ساعر وأطراف أخرى هل برأيك تقديم لائحة الاتهام قد يخلط الأوراق داخل حزب الليكود باعتقادي أنه طالما أنه رئيس الحكومة ما زال متمسك لفكرة ترشيحة ورأس الليكود فلن تكون هناك أصوات ضده داخل معسكره والسؤال قد طرح حتى قبل أسابيع حتى قبل أن تبرى الانتخابات الداخلية لحزب الليكود الأفراد ونحن نتحدث عن المنافسة الأبرز لنتنياهو السيد جيدونسار تم سؤاله وقد قال بشكل واضح بأنه مع الشرعية ومن سوف يرشح الحزب بانتخابات أي السيدة تانياهو وتقليدين نعرف بأنه في كل الأحزاب ولا سيما في الليكود بأنه طالما أن رئيس الحزب هو رئيس الحكومة فدائما يتم دعمه بكل الأشكال فلا أعتقد أنه سوف تكون هناك معارضة داخل حزب الليكود أو سوف يؤثر هذا على موقف السيدة تانياهو داخليا داخل حزب الليكود ولكن لو تصورنا بأنه قد كلف السيدة تانياهو مثلا شخص داخل حزب الليكود ليحل محله لفترة محدودة أشهر على سبيل المثال كما حدث في السابق وكما حدث أيضا مع الوزير ليبر بعدما كان وزيرا للدفاع فعودته سيكون صعبة حينئذ سوف يكون من الصعب أن يعود مرة أخرى إلى مقابه حتى لو تهمت برئته نعم ابقى معي سيد أمير ربما سيد أحمد الإشكالية التي قد يواجهها نتانياهو ما تقديم لاحة الاتهام هي ما بعد الانتخابات من الشركاء الذين سيكونوا أيضا مع نتانياهو على سبيل المثال قيل بأنك أحلون قال بشكل واضح إذا كانت هناك لاحة الاتهام لنتانياهو لن أدخل بهذه الحكومة أو لن أكون شريك في هذا الاتلاف الحكومي ربما هذه الأشكالية الأصعب وليبرمن قال ذات الأمر نريد أن نتحدث أيضا عن إشكالية يواجهها أيضا عن مستشار القضاء للحكومة والنيابة العامة وشاي نتسان وهي قضية تدمج ما بين المهنية والسياسة ينتبه في فراس نحن نتحدث عن لنفترض أن الإمكانية الأولى هي عدم تقديم لاحة الاتهام ماذا سيجري لو فاز ابن يمين يتنياهو بالانتخابات وبعدها تم تقديم لاحة الاتهام في شهر 5 أو شهر 6 أتخنى الدولة إلى موضلة كبيرة جدا ماذا سيحدث بعد ذلك هل سيكون اثنين هل سيكون بين يمين يتنياهو وهذا ربما جزء من الاتلاف وجزء من خطة الاتلاف وجزء من الاتفاقية الاتفاقية الاتلاف وهو موافقة جميع أعضاء الاتلاف على صنق قانون القانون الفرنسي والقانون الفرنسي له بعض الإيجابيات لنريد أن ندخل في السياسة في الداخل لكن القانون يتحدث عن أن رئيس حكومة أو رئيس دولة يشغل منصبه نعرض كل الإمكانية تقديم لوحدتها نضعها جانبا بعد إنهاء تولي هذا المنصب وبالتالي إذا نظرنا إلى قوة الاتلاف يمين يتنياهو اتلافه واضح جدا في رأس اتلافه هو يمين الجديد اتلافه هو البيت اليهودي والاتحاد القومي اتلافه يشمل الأحزاب الدينية وكحلون اليوم صدقني كحلون اليوم سيتحدث بلغة أخرى عن ما تحدث به قبل أسابيع نحن رأينا أن كحلون تحدث فعلا كان خطابه عندما كان جانتس عشرين ولم يكن هناك وحدة اتحاد بين جانتس وبين لبيت كان نقاش كحلون مختلف جدا هو غير خطابه وذهب أكثر إلى اليمين وأطلق على شعاره الآن وهو اليميني المتنور أو اليميني الوسطي الوسطي وبالتالي أعتقد أن كحلون في حال عدم تقديم لها في حال عدم تقديم لها عن اتهام كحلون مش مية بالمية رح يرفض أن يدخل إلى اتلاف بين يميني الوسطي أنا باعتقادي وقلت لك أنا لا أرى كحلون في الحكومة لا أرى كحلون يعبر نسبات الحسن تحدثت عن الاستفافات سوف نشاهد هذه الاستفافات ربما المعضلة الحقيقة التي تحدث عنها سيد أحمد هي بعد الانتخابات وفي حالة بالفعل هناك اتهام حقيقي لانتنياهو بعد لجنة الاستماع أو أي لجنة أخرى وتدخل إسرائيل مرة أخرى في دوامة ربما إعادة الانتخابات أو إذا كان سيناريو آخر ممكن تبديل منتبه الحزب الليكون أولا بن يميني نتنياهو في تصرفات يذكرون باللويسي السادس عشر الذي قال الدولة هي أنا و أنا هي الدولة يعني بن يميني نتنياهو يدرك وجادا بأن يعني استمراره في هذا المنوان من شأنه أن يدخل الدولة إلى دوامة كما أشار الأستاذ أحمد إلا أنه لا يهم أي شيء هو يريد أن يصنع كل ما بوسعه من أجل ضمان يعني نفسه وليبعد عنه كل المخاطر المحفوفة بعدم الاستمرار أو الاستمرار في هذا المنوان ما ودعنا نقوله بأن على فكرة نقطة مهمة جدا بأن الانتخابات في إسرائيل انتخابات تشرعية لو كانت الانتخابات تتمحور حول كما كان في عام 2000 يعني اختيار الشخص برئاسة الحكومة وبعدين لإتلاف الحكومي ربما المعضلة تكون أكبر فأكبر ولكن هنا نحن نعرف بأنه في أسوأ لقد قد يقول من يمين نتنياهو أنه أنا أتنحى يعني ونصب خلفاً للراجل الثاني في حزب الليقود أو رئيس وزراء بالوكالة أو مش عارفش واحد الذي يضمن بأنه سيستمر بسياسة التي يعتمدها بني من نتنياهو هو ما يهمه الآن هو المعركة الانتخابية يقول لك يعني دعني يعيش اليوم وغداً ولا يهمني ماذا سيحدث بعد أشهر عدة ولكن هو الذي كان قد طالب إيهود أولمر عام 2008 عندما لو تم الترويح على أن هناك ثمت يعني شبهات حول رئيس الوزراء أنزاك إيهود أولمر بأنه متورط أو ضالع في شبهات جنائية الذي أول منهر ولا نحو الميكروفونات وقال عليها أن يستقيل لأنه أمام إسرائيل التحديات الخارجية وضع صقف أخلاقي وهل مجر وأذكر بأن في أحد الحوارات الصحفية قال بأن استذكر بأن روما في حينها سقطت من أجل بسبب الفساد وأولمرت وهل مجر واليوم هذا الرجل الذي طالب إيهود أولمرت نرى بأن يتهم بأن الشرطة والجهاز القضائي إطاحة به ليس من خلال صندوق الإقتراع إنما بطرق مرتوية بحسب تعبيره نعم دكتور أبير هل تريد التعقيب على ما قيل هنا أول نقطة هو أن طبعا صحيح كما قال صديقي الأستاذ خميس أنه نتنياهو بحسب عقيته وبحسب أفكاره ومعتقداته كان يجب عليه أن يستقيل لأنه هذا ما دع إليه إيهود أولمرت قبل عشر سنوات علما بأن إيهود أولمرت أنزاك موقفه كان أفضل من نتنياهو اليوم لأنه لم يتعرر لتوصيات إدانة من قبل رئيس الشرطة أنزاك فإذن بحسب معايير السيد نتنياهو كان علي أن يستقيل النقطة الثانية أو التعليق الثاني هو فيما يتعلق بالقانون الفرنسي الذي بعد ترزية القوانين في إسرائيل يريدون أن يسن فيه أريد أن أقول أن هناك فرق كبير بين الأنظمة الرئاسية والأنظمة النيابية في النظام الفرنسي نظام رئاسي وبالتالي من ينتخب هو شخص بعينه أما في إسرائيل فالانتخابات تتم بحسب اللوائح وطوائم عقوا وليس الأفراد بمعنى أنه لو تم اتهام رئيس حكومة في إسرائيل فهذا أهول من فرنسا لأنه من الممكن أن يتم استبداله برقم إثنين بالقائمة أو بشخص آخر من قائمته ولذلك جرى العرف أنه في الأنظمة النيابية من الممكن أن يواجه اتهام لرئيس الحكومة أو للشخصيات الكبرى في الحكومة أثناء ولايتهم بعكس الأنظمة الرئاسية وبالتالي أغذ بعض القوانين من أنظمة مختلفة تماما في نظام إسرائيلي أنا أعتقد أنه غير وارد على الإطلاق من الموظور العلم البحث نعم ابقى معي دكتور مئير أريد أن أذهب إلى أمر آخر وأنت خبير في هذا عشان واليوم خلال حديثي مع أحد أعضاء الليكود غال لي بشكل واضح جنس قد يشكل خطورة لآحات الابتهام قد تشكل خطورة لكن الأمر الكارثي هو نفتالي بنت على حزب الليكود ونفتالي بنت يعيد نتنياهو ما قام به نتنياهو في الانتخابات الأخيرة نفتالي بنت وسحب له أصوات أفتالي بنت يقوم بذات الناش حتى نتنياهو وصل لمرحلة بتصريح يقول له أنت تجعل الليكود يفقد أصوات ويفقد بقاعد لصالح اليسار إلى أي مدى برأيك نتنياهو سيركز على هذه المعركة داخل معسكري أولا في 17-3 كان فيه هناك 2015 كان فيه هناك اتفاق مشكل غير مباشر بين بين بنت ونتنياهو ونحن تحدثنا عن ذلك الخطأ الكبير هذه المرة كان الكارثة الكبيرة حسب اعتقادة في اليمين أن شأيلت شاكيد وبنت أخطأ وحينما قدموا لائحة الترشيح ولائحة القوائم يوم قبل اليوم الأخير يوم الأربعة ومنعوا إمكانية إقامة معسكر لكن كما مرة أعيد وأكررها عزيز الخميس والضيف عبر سكايمير أريد أن أتحدث وأنا أربط ما قاله أنا برأيي إسرائيل نحو تغيير في شكل نظام الحكم فيها إسرائيل تريد أو ستضطر إلى الذهاب إلى طريق إلى شكل حكم ربما رئاسي أو مختلط شبيه بفرنسا أو شبيه بمتحدة وقضية سياسة أو تعدد الأحزاب داخل المجتمع الإسرائيلي في طريقها إلى النهاية من حيث التمثيل البرلماني لا أقصد من حيث المبدأ سوف تكون هناك دائما تمثيل لقطاعات واسعة اقتصادية واجتماعية ودينية حتى لكن هذه القطاعات سيتم تمثيلها حصد تنبؤي ضمن الحزبين أو داخل الحزبين اليمين اليسار الربوبليكان أو الديمقراط وأنا أؤيد ذلك على المدى البعيد اليوم إسرائيل بكل صراحة دعنا نتحدث عن استقرار الأجهزة والمؤسسات كمؤسسات هي فيها حالة من الاستقرار الجيش مؤسسة التربية والتعليم مؤسسات اجتماعية المؤسسة الاقتصادية فيها استقرار في هذه الحالة التي فيها دولة تعيش أكثر من 70 عاما فيها حالة من الاستقرار الشيء الوحيد الغير مستقر هو الحكومات والسبب الأساسي في عدم استقرار الحكومات هو وجود تعدد أحزاب كبيرة جدا وبالتالي أنا أرى أن هذه الانتخابات ستؤدي حتى يوم 9 نيسان إلى استفافات كبيرة جدا هبوط في حزب العمل ربما ميرت في خطر ذهب كحلون من الخرطة السياسية باعتقاد أيضا إسرائيل بيتينو ستذهب من الخرطة السياسية بنت والبيت الجديد سوف ينخفض بنسبة عالية جدا مما أعطته الاستطلاعات وكذلك الأمر بالنسبة حتى للبيت اليهودي وحتى للقوامتين العربيتين لنرى من جديد استفاف جانس 42 أو 43 بيبي نتنياهو والليكود 41 و42 وربما في الدورة القادمة سيتم الاتباك بين هذين الحزبين على تحويل طريقة الانتخابات شوي شوي لنصل إلى حالة التي فيها يكون تغيير كبير جدا على شكل الحكم التلثيلي في دولة إسرائيل نعم سيد خميس بذات المنحة إلى أي مدى بالفعل معركة نتنياهو هي داخل مؤسكره في اليمين مع نفتالي بينه وأطراف أخرى أم أن جانس بعد هذا الاتلاف وتفوقه باستطلاعات الرأي بدأ يشكل خطورة حقيقية على نتنياهو أولا رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بطباعه شخصية يعني مهتز المهتز المشاعر ومن كل شيء يهلع ويخاف وهو يعني يعني يرى بيجانس بأنه قد يقوم منافس شرس له ولكن كل من تابع وتتبع تصرفات رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو في الأسبوع الماضي عندما هو يعني لعب دور العراب في توحيد صف والكلمة اليمين المتشدد وأدى إلى إلاج حزب عثمال إسرائيل القوة لإسرائيل وهو حزب عنصري فاشي يعني هذا حزب أتباعهم من أتباع الحخام المأفون كهنة الذي تم اغتياله في الولايات المتحدة الأمريكية أود أن أقول لك بأن بن يمين نتنياهو متأكد بأنه إن تم توجيه ضربة وتزيد ضربة لنفتة لبنت وإن تم يعني الهيمنة على الشارع المعسكر اليمين فهو يستطيع أن يساز أكبر محنة سياسية له نتنياهو الآن لأول مرة يرد على المستشار القضائي على ما يبدو بعد عودته من موسكو يقول بأن برج الأوراق أو برج الكروت كما تسمى سوف ينهار قريبا وسوف ترون ذلك وهو صحب المقولة لن يكون شيئا لأنه لم يكن شيئا وهذا النوع يعني عبارة يتم تسويقها للشرائح في شرائح معينة في المجتمع الإسرائيلي التي يعني تبتلع بكل كلمة يقولها رئيس الوزارة لأنها هي يعني وردت في الكتب المقدسة سيد مئير أين هي معركة نتنياهو الحقيقية في هذه الانتخابات أولا الموقف السيد نتنياهو ليس يعني بالسوء يعني الذي نتوقعه لأنه يجب أن نعرف أنه ما زالت كتلة اليمين أقوى من كتلة الوسط المتحليفة مع اليسار أي بأنه حتى لو حصل حزب جانس أو الطائمة التي رأسها جانس على أغلبية وأصبحت الكتلة الأكبر فلن تستطيع أن تشكل حكومة يعني بحصل كل الاستطلاعات التي رأيناها حتى الآن وبالتالي سوف يكون موقف سيد جانس مثل موقف تي بي لدي بالعام 2009 أي ناس سوف يمسل الكتلة الأكبر ولكن لن يستطيع أن يشكل حكومة تشكيل حكومة على سيد نتنياهو وحينئذن سوف يكون هناك خيارين أو أن يقوم نتنياهو بتشكيل حكومة مع الحاردين ولو أمكن ولو لم يكن ممكنا فبالتالي سوف يكون هناك طبعا سيناريو حكومة وحدة وطنية بين نتنياهو و جانس موقف سيد نتنياهو على مستوى الشخصي الآن طبعا هو موقف أصعب من موقفه على مستوى السياسي لأنه يتعرض طبعا لأزمة قانونية المتشار القضاء للحكومة سوف يصدر بما لديه عن هذه المسألة وطبعا سوف يرفع هذا الحصان عن رئيس الحكومة وسوف يتعرض للمسألة والمشكلة في هذه الحالة هو أولا أنه مكبل بضغوط كبيرة وبحسب موقفه السابقة سوف يكون عليه أيضا أن يراجع موقفه كرئيس للكمتاته وأشياء الثانية لأنه يكون لديه أيضا الوقت في أن يحكم نحن رئيس حكومة وهو أيضا ثلاثة وزراء في نفس الوقت لكن المشكلة أيضا في وجود رئيس حكومة متعرض للمسألة ليست فقط مسألة أخلاقية ولكن أيضا فيما يتعلق بوقته لن يكون لديه الوقت فيه سوف يكون الهجوم 24 ساعة من وسائل الإعلام ومن منافسي السياسين وسوف يكون من الصعب جدا أن يقوم بواجباته وبمهامه كرئيس الحكومة ليس أكيدا أن يتم الإعلان يوم غدا عن تقديم لائحة التهام لأن هناك تلميحات تم تسريبها لبعض مواقع الإخبارية في إسرائيل لأن المستشار القضائي يفكر مليا بإمكانية إرجاء إعلان قراره إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية أنا أختلف أيضا مع الدكتور مير زميلي بخصوص الاستطلاعات نحن اليوم وصلنا باعتقادي إلى ما يسمى جسم مانع كيف بدك تسميه 60-61 سوف يتوجه بين يميني تنياهو في داخل الانتخابات من خلال الحملة الانتخابية توجه اليميني أكثر وبالمقابل التوجه الوحدة والشعبوي الوحدة والجنرالات والعسكر باعتقادي هذا سيصب في صالح جانتس في الأيام القادمة وهذا ما أراه أنا أننا نحن في نهاية فعلا ولاية الملك ألويس الرابع عشر نعم وربما أفضل ما قيل بالنسبة للسطلاعات الرأي ما قاله شيمون بيريس بأنه من الجميل أن نجتمها لكن من السوء أن نبلعها في نهاية المطاف دكتور أحمد محمد خبيف الشؤون العزبي الإسرائيل شكرا جزيلا لك السيد خميسة بالعافية لهم محال السياسي شكرا جزيلا لك وجزيلا الشكر لدكتور مهير مصري أستاذ العلم السياسية في الجامعة العبرية في مدينة قص شكرا لك أعزائي المشاهدين نخرج إلى فاصل قصير ونعود من بعد إبقوا معا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة